عزاءنا حتى نستثمر الدقائق بهذه الإضاءات الصباحية كما تحدثنا في استعراض فقراتنا الدكتور وجدان الكاركي حاضرة معنا مديرة مركز الملكة رانيا العبدالله حفظها الله ورعاها للدراسات التربوية والنفسية بجامعة مؤتة بجنوب المملكة الأردنية الهاشمية وتحديدا محافظة الكارك حاضرة معنا للحديث عن نشاطات وتطبيقات قد تكون غير تقليدية وممكن أن أتحدث عن دكتور وجدان الآن قبل أن نذهب إلى أحمد مجددا على الهواء هذا المركز طرق أبواب عديدة غير تقليدية بدءا من المجتمع المحلي وصولا إلى المتخصصين بالقطاعات والنوافذ المختلفة وصولا إلى الطلبة ممن هم بجامعة مؤتة أو الجامعات الأردنية المختلفة دكتور وجدان أسعد الله صباحك أسعد الله صباحك وصباح مستمعينا على التلفزيون الأردني وأحب أتقدم بالشكر لتلفزيون الأردني وبرنامج يوم جديد والمذيع اللامع مجحم العدوان والأخي التمارة النهار نعم زميلتكم معدة البرنامج ولجميع العاملين في هذا البرنامج على استضافتنا في هذا البرنامج وأتقدم أيضا بالشكر لجامعة مؤتة ممثلة بعطوفة الأستاذ الدكتور رئيسة ضافر السرايري والقياديين فيها لدعمهم المستمر إلينا بالمركز لأنشطتنا ونعمل ضمن توجيهاتهم لخدمة المجتمع المحلي ونفخر بأن نكون في مركز يحمل اسم جلالة الملكة الرانية المعظمة يعني رائدة التعليم والتربية في المملكة الأردنية الهاشمية ونحن نقتدي بهداها وبرؤها بالمناسبة أنت سبقتيني بالحديث هذا المركز يحمل اسم كبير ويحمل هذا المركز مسؤولية كبيرة كما أشرت رائدة العمل التربوي والتفاؤل وبث الأمل بشباب وشبات الوطن وأيضا مختلف الأعمار حقيقة وإذا تحدثنا عن القطاع النسوي أيضا اهتمامات كبيرة من قبل جلالة الملكة حفظها الله ورعاه وهي داعمة رئيسة الآن أنا متابع لمركز الملكة الرانية العبدالله بجامعة مؤتة من خلال النشاطات المتعددة سواء على المستوى الذهني النفسي هذا شيء على الغايم الأهمية داخل صرح أكاديمي تعليمي باحت أنه نذهب لمناطق لها علاقة بالجانب الذهني والنفسي وأيضا من خلال الدورات المختلفة التطبيقية والتعليمية على مستوى المجتمع المحلي نشاطات عديدة منذ التأسيس دكتور وجدان نتحدث من خلالك لسادة المشاهدين الآن اللي بتابعونا هذا المركز يسعى إلى ربط الجانب النظري بالجانب العملي والتطبيقي دائما نحكي اللهم أن أعوذك من علم لا ينفى فهدفنا الرئيسي هو نشر الثقافة التربوية والنفسية لدى كافة قطاعات المجتمع بدءا بالطلبة، العاملين، أعضاء الهيئة التدريسية، المدارس، الجامعات، الموظفين في الشركات، في المصانع نحن على تواصل مع الشرطة المجتمعية ومن مؤسسات الطبية حتى نضيف العامل النفسي لجميع قطاعاتنا من هنا كان لدينا مجموعة من اللقاءات على المجتمع المحلي بالتعاون مع هيئات شبابية مختلفة أيضا كان لدينا مجموعة من الورشات والدورات التدريبية نحن نشاهد بمناسبة بعض الصور لأنشطتكم المختلفة التي أشرت إليها الآن من خلال حديثكم نعم، كان لدينا مجموعة من الورشات التدريبية والترفيهية أيضا لطلابنا والمجتمع المحلي فيما يتعلق بالذكاء الموسيقي والذكاء البصري الفني تدريب على لغة الصم والبكم وكذلك التفكير الإبناعي، لغة الجسد وغيرها أيضا عقدنا مجموعة من الندوات كان لدينا ندوات ذات طابع طبي حتى ندخل العامل النفسي بالعلاج والتشخيص أيضا كان لدينا تواصل مع الشرطة المجتمعية لتحري التمعات النفسية والأثار القانونية لدى القضايا الخاصة بالسيدات في الأردن تناولنا أيضا التفكير الإبداعي والابتكاري كتطبيق بالتعاون مع نادي إبداع الكرك ومؤسسات عبد الحميد شومان وبرضو كان لدينا ندوات متنوعة ولقاءات وشاركنا في محاضرات على مختلف الأسعدة بالمدارس والجامعات، دور تحفيظ القرآن الكريم، مؤسسات طبية، تمريض حتى أنه أينما وجد حاجة لإعطاء معلومة ذات علاقة، نحن دائما موجودين طلابنا متفاعدين جدا سعيدين بأن يكونوا موجودين وكذلك المجتمع المحلي سعيد بقضية الانفتاح من الجامعة على هذا المجتمع وهذه هي رؤية قيادتنا في الجامعة الانفتاح على المجتمع المحلي يعني موضوع الانفتاح، موضوع القبول والتعاون وتطبيقه وإسقاطه على الأرض من خلال ما ذكرته لأن هذا يؤكد مدى الاستجابة حقيقة للنشاطات التي تقدم بمختلف القطاعات التي ذكرتها دكتور وجدان لا تنحصر فقط بموضوع العملية التربوية الجامعية على وجه التحديد لا بل للمجتمع المحلي بقطاعات صحية، قطاعات قد تكون صناعية، دوائية الآن الجانب النفسي من خلال النشاطات المختلفة يعني أنا حاب أذهب لهذا الشيء وانعكاسه على واقع أبناءنا الطلبة تحديدا هو يعني أينما وجد الإنسان فالجانب النفسي موجود ولهذا يعني علم النفس وفعلا يشمل جميع مجالات العيان طلابنا يعني هم طلاب علم أينما وجدوا يتميزون بقدرات رائعة مجتمع شبابي 70% من المجتمع الأردني مجتمع شبابي بحاجة إلى يعني إظهار طاقاتهم وإبداعاتهم وتحويل أفكارهم إلى واقع إحنا موجودين في هذا المركز لتبني أي طالب داخل أو خارج المجتمع المحلي لديه طاقات بنوجهه للجهة ذات العلاقة حتى تتبنى يعني أفكارهم مشاريع التخرج، أبحاثهم بحيث أنه نساعدهم أنه يظهروا على صعيدة الواقع بنفس الوقت إحنا الآن في عنا يعني إرشاد وعلاج نفسي فتحنا المجال للتشخيص والعلاج النفسي على مستوى الجامعة وخارجها جميل أي حالة يعني بحاجة إلى مساعدة إحنا موجودين بقدموا إلنا الطلاب ويتم تحويلهم للجهة المختصة ممكن في عنا متخصصين في الإرشاد النفسي للحالات العادية ومتخصصين في العلاج النفسي داخل وخارج الجامعة وكذلك متخصصين في الطب النفسي من خلال كلية الطب وأيضا التواصل مع مديرية الصحة والجهات ذات العلاقة إحنا نتعامل بسرية كاملة مع الحالات التي ممكن تكون بحاجة لمساعدة بحيث أن نساعدها أن نتوصل للطريق الصحيح وانخراطها بالمجتمع أيضا ومن خلال الأقران إذا تحدثنا على مستوى الجامعة بذهنية إيجابية صحة القول أو الوصف دكتور وجدان وندعو إلى وجود مراكز إرشاد وعلاج نفسي بجانب كل مركز صحي أنا باعتقادي أي أسرة بالأردن فيها اثنين أو ثلاثة بحاجة لدعم نفسي فزيما أنا بروح براجع لأنه عندي رشح أو فلونزة أدخل على المركز الصحي ويكون عندي وحدة بالمناسبة هذه الرسالة من خلالك لمن يشاهدنا ما بنا نروح لموضوع التبوهات يعني موضوع الجانب النفسي قد يعتبروا البعض من التبوهات المغلقة اللي مش ممكن إحنا نتحدث فيها لا بالعكس كما تفضلت شيء طبيعي لا يوجد ما يمنع ولا يوجد ما يعيب لا يوجد ما يعيب وإحنا نعرف يعني أنه التعب النفسي درجات الدرجات البسيطة عادية يعني جميلة بنمور فيها والأصل أنه أول بأول نعالجها قبل ما تتحول لحالات أصعاب فيبدأ المجتمع الأردن يألف أنه أنا براجع حتى أفطفض حتى أرتاح وإحنا يمكننا امتاز يعني بعلم النفس أنه نعالج بقوة الكلام والتغيير الأفكار وتغيير البيئة بعيدا عن الأدوية والعقاقير إلا إذا وجد بالتشخيص أن الحالي ذهانية وبحاجة إلى تدخل طبي جميل قوة الكلام هذا قد يكون بسلوب مستخدم جديد وهذا يحسب لكم حقيقة ومدى الاستجابة واضحة من خلالك دكتور وجدان من خلال هذا التفاؤل بالحديث عبر شاشة تلفزيون هو عالميا أن الناس تتجح أنه الإلاج النفسي بعيدا عن الطب النفسي الناس مبدأت بوعق ققير لأنه إلها مضاعفات لما بحكي الكلام طاقة عظيمة نتزوج بكلمة نطلق بكلمة ندخل الدين بكلمة ونخرج من الدين بكلمة فإحنا لا نستهيين بقوة الكلام والتفكير والتأثير التفكير هذا ينطلق ويؤثر في الآخرين أينما وجدون فجميل أنه نبدأ ننفتح على هذه القضايا على أنها جزء من حياتنا الطبيعي ومن خلال متخصصين في هذا المجال دكتور وجدان حبنا نكون معنا إضاءة صباحية واستمعنا لأغنية فيروز أشاركي لها على موضوع دراسة للأجنة والمادة السمعية للأجنة للمرأة الحامل أو للأم تحديدا مدى تأثيرها على هذه الأجنة وقبولها هذا بعيدا وسؤال خارج عن النصب المناسبة لكن هذا يحسب لك وأكيد سنفرد المساحة للقادم الأيام للحديث عن هذه الجزئية بكلمة أخيرة قبل أن نذهب إلى هذا الفاصل نحن عملنا دراسة في جامعة مؤتع ملتها أنا وزميلي دكتور معامر رشوت في كلية الطب وهي مدعومة من عمادة البحث العلمي كانت على 72 سيدة في محافظة الكراك دراسة تناولة الأجنة قارننا تأثر الأجنة بأربع مؤثيرات صوتية مختلفة منها القرآن الكريم كانت الأغنية التي حطيتها أغنية وطني فيروز وأغنية روك أندرول تحكي عن الحرب والدمار ومحاضرة عن تطوير الذات بصوت الرجل طبعا في دراسات أجنبية تحكي أن الأجنة تسمع للموسيقى وتتفاعل نحن قارننا عدة أنواع من الأصوات وأخذنا الذفذبات ونبضات القلب ومؤشرات فيسيولوجية وثبت أن الجنين يسمع ويتذوق ويميز ويفضل من خلال أجزاء الأربعة القرآن الكريم كما أشارت لي أخذ المرتبة الأولى نعم أخذ المرتبة الأولى وكذلك الصوت الموسيقى النعمة مع صوت نسائي كانت أيضا إيجابية ربما لأنه برضو الجنين تعود يسمع صوت أمه فالصوت النسائي قد يكون مفضل أسوأ شيء كانت الموسيقى الصاخبة أكيد سيكون معنا إضاءات للقادة من الأيام بفضاءات متعددة أشكر موصول لك يا دكتور وجدان الكاركي مدير مركز المالي كارانيا العبدالله في جامعة مؤتة بمحافظة الكارك جنوب المملكة الأردنية الهاشمية أعزائنا المشاهدين إلى هذا الفواصل وبعد ذلك نستكمل باقي فقراتنا ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا